بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله عليها أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم يا شباب عاملين إيه يا رب تكونوا بخير في أحسن حال فيديو النهاردة فيديو اليوتيوب إزاي ننشأ قناة يوتيوب من الصفر للإحتراف إزاي إن احنا نحقق أرباح كويسة جدا بناء على أهم أربع نيتشات هبتدي إن أنا أشرحهم لك وإزاي تركز عليهم وتشتغل عليهم إن شاء الله هعرفك كمان تقدر تحقق أرباحك بناء على المشاهدات إزاي يعني الألف مشاهدة يقدروا يجوب لك قد إيه تقريبا والمئة ألف مشاهدة بيجوب لك قد إيه تقريبا بالإثبات من على قناتي أنا شخصيا فيلا بينا نبدأ على طول الشرح بتاعنا بس قبل ما آآ أبدأ ياريت تاخد جولة في القناة بتاعتي فيها حاجات كثيرة جدا هتأجابك عشان تحقق أرباح من على الإنترنت كمان ما تنساش إن انت تدفع الزر الجرس علشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو لأن الفيديو ده مهم جدا وياريت مساعدتك باللايك علشان ينتشر لأكبر عدد ممكن من الناس جميل جدا يلا بينا نبدأ الشرح على طول تمام شباب كل اللي هتأمله في البداية إن انت تبتدي تعمل حساب على الجيميل بتاعك على جوجل وبناء عليك تبتدي إن انت تسجل في اليوتيوب بالحساب بتاع جوجل بعد كده من العلامة اللي في نص بعد ما بتسجل بتعمل create a channel create a channel هتبتدي إن انت في البداية تحط الاسم بتاع القناة بتاعتك مبدئيا قبل ما نحط اسم القناة لازم تعرف إن أنا من وجهة نظري كقناة فكرة تانية أهم أربع نيتشز بالنسبة لي هما الجيمينج وعندي بعد كده الفود اللي هي فيديوهات الطبخ والمأكلات عندي بعد كده النيتش التالت والمهمة برضو هو نيتش التعليمي أو المحتوى التعليمي عندك بعد كده المحتوى الوابع أنا ممكن تركز عليه كويس جدا جدا هو محتوى الخدمات زي القناة بتاعتي كده هي قناة مهجانة يعطوها لأن هي بتربط ما بين المحتوى التعليمي وفي نفس الوقت الخدمي الخدمي بمعنى أن أنا بقدم لك خدمة عن طريق فيديوهاتي تقدر من خلالها أن أنت تخش بعد الشرح بتاعي عشان تحقق أرباح من المواقع اللي أنا شرحتها لحضرتك فدي بتعتبر خدمة جميل جدا طبعا أنا بعد ما هنعمل إنشاء للقناة بتاعتنا هوريك الناس اللي هي بتشتغل على الأربع نيتشز اللي أنا قلتهم لحضرتك كده بيحققوا أرباح عاملة إزاي وكمان فيه فيديوهات هتظهر لك دلوقتي تحت على نوعية الفيديوهات اللي أنا باتكلم عليها جميل جدا فخلينينا نبدأ بالاد شنال نيم طبعا أنت عاوز دلوقتي تعمل اسم ما يكونش حد تاني من استخدامه دي رقم واحد حاول دايما الاسم بتاعك ما يكونش فيه حد مستخدمه قبل كده يعني مثلا على سبيل المسال من فعش أنه ده تسمي القناة بتاعتك عدي الإمام عدي الإمام ممثل مشهور جدا أي حد هيجي حط عدي الإمام مش هيظهر له غير الزعيم عدي الإمام وبناءا عليه القناة بتاعتك عمرها ما هتظهر فبالتالي لازم تركز أن الاسم بتاعك يكون يونيك جدا 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 وما فيش حد مستخدمه قبل كده ويبقى سهل الوصول دي بعد كده في محركات البحر جميل جدا احنا مثلا لو هنعمل قناة عن الجيمينج فولياكن أنا هلتجل معك دلوقتي على اسم قناة للجيمينج وولياكن هتبقى اسمها جيم مثلا جيم فور يوم اوكي طبعا هتعلم على الشباك الزغير دا وتقول create جميل جدا كده احنا دخلنا على القناة بتاعتنا بعد ما عملنا لها create كل اللي هتعملنا انت هتدوس على الايكن بتاعتك من فوق ودوس على يوتيوب استوديو كده انت بتروح على الاستوديو بتاعك هنا اللي بتيبتدي تظهر لك فيه اخر فيديوهات عملتها والاحصائيات بتاعتك كل الكلام ده هشرحوا لك حالا ولكن قبل ما اشرحوا لك لازم تمشي معايا الخطوات دي مهمة جدا جدا وهي ديت اللي بتميز القنوات هندوس على settings من تحت هيظهر لك البوكس بتاع settings او ادادات القناة بتاعتك سيب دي دولار زي ما هي دي الارباح اللي هتيجي على القناة بتاعتك على هيئة دولار كل الناس بتخليها كده بعد كده اختار البلد بتاعتك انت بالنسبة لي مثلا هنعتبر ايجيبت مصر هنا الكيوردس بتاعت القناة طبعا انا في الحالات اللي زي كده بلجأ للزكاة الصناعية احنا في 2023 الزكاة الصناعية ما خلاش فلازم تبني القناة بتاعتك بشكل احترافي ما يكونش الموضوع بشكل اي كلام كده لا حاول ان انت تبني القناة بتاعتك من البداية للنهاية بشكل محترف بشكل قوي جدا بحيث ان ما تأثرش عليك في المحتوى اللي بتقدمه واللي بتتعب فيه في القناة بتاعتك كل انا هنعملوا ان احنا نروح للشاتج بيتي بالشكل ده اللي مش متاح عنده او مش شغال عنده انا هعمل فيديو عندي في القناة ازاي تستخدم شاتج بيتي بشكل مجاني من غير ومن غير رقم تليفون هسيب لك اللينك بتاعه في لينك الادوات المستخدمة في صندوق الوصف المهم هنيجي هنا ونقوله عادي بالعربي جدا لقد قمت بانشاء قناة حديثة على اليوتيوب متخصصة في الالعاب واريد واريدك ان تزودني بكلمات مفتاحية للقناة خاصتي هتلاقيه هو بعد ما انت بتديه الوردر ده هيبتدي ان هو يديك كلمات مفتاحية كل اللي عليك ان انت تاخدها زي ما هي كده وتحطها عندك في الكي ووردز بتاعت القناة بتاعتك ليه لان هي دية اللي الناس بتبحس عليها مثلا الالعاب الكمبيوتر اه تحميل الالعاب بس مباشر تقييم الالعاب اه لابة مثلا لو انت هتتخصص مثلا في لابة معينة على القناة بتاعتك فتخلي اللابة مثلا اه لابة لست ارق يعني احاول ان انت هو هنا عاملك ما بينك وصندة لابة كزا ان انت تحط اسم اللابة زي ما انت شايف هو حطي لك عشرين كي ووردز فتبقي ان انت تاخدهم بالشكل ده نرجع تاني هنا ونحطوهم ببسط عادي جدا هتلاقي ان هو قالك ما ينفعش لي ما ينفعش لان انت لازم تاخد كل واحدة على حدة يعني على سبيل المثال لو لو احنا كده اخدنا العاب الفيديو ورجعنا بيها هنا هتدوز بسط هتلاقيها تحطي تعادي جدا هترجع تاني مثلا اه تقييم الالعاب مثلا لو انت هتشتغل في تقييم الالعاب فقط اهو ناخد تقييم الالعاب ونحطه بالشكل ده وهكزا تبتدي ان انت تحميل الالعاب لو انت مثلا متخصص في كل ما يخص تحميل الالعاب جديدة وعرضها على المشاهدين اهو احنا كده خلصنا فدي مهمة جدا بعد كده هتبتين انت تخلي دي مش خاصة بالاطفال اوكي المحتوى بتاعك للكبار او فوق التمانتاشر سنة ودي مهمة جدا لازم تعلم عليها بعد كده دي لو انت تخلي الناس اللي بتتفرج عليك او على المحتوى بتاعك يقدروا ان هم يقصوا منه ويستخدموا عادي فدي ترجع لك انت حاجة ترجع لك انا عن نفس ما بتفرقش معي بعد كده الفيتشار ديت لما بتحط او يعني بتوسق رقم تليفونك فيها بتبطل ان انت تستفيد منها في حاجة مهمة جدا ان انت تحط فيديوهات اكتر من اه خمستاشر دقيقة بتقدر ان انت تعمل اللي هي الصورة المصغرة بين فان انت تعمل لايف الموضوع السهل بسيط بتدوس على بيوديك على صفحة بتحط فيها رقم تليفونك مجرد ما حطيته دست جيت كود الكود بيجي لك على الموبايل بعد كده بترجع تحطه اوكي خلاص انت كده ينفع تستخدم الفيديوهات الطويلة ما فيش اي مشكلة فيها وبالتالي دي خطوة مهمة مجرد ما انت فعالت دي هتلاقي دي اتفعلت معاك ودي اللي عن طريقها لازم الثلاث شروط دي يكونوا متفاعلين يبقوا معمولين بالاخدر كده عشان لما تيجي بعد كده تحقق الربح بتاعك تقدر ان الحاجات دي تبقى متفعالة عشان تقدر ان انت تحقق الربح بتاعك بعد كده بندوس آآ بالشكل ده جميل جدا طبعا انت هنا لما هتيجي تبص على ارن او في الخانة الخاصة بالارباح هتلاقي ان انت عشان تبقى يتحقق الارباحك لازم تحقق الشرط الاولاني اللي هو الف مشترك في القناة بتاعك بعد كده ان انت تتحقق 4000 ساعة مشاهدة او عشرة مليون مشاهدة على الفيديوهات القصيرة اللي هي بتاعة اليوتيوب طبعا الموضوع السهل يا جماعة يعني والله الموضوع السهل انا عاوز اقول لك ان انا الشروط دي حققتها في اول شهر تقريبا او اول شهر ونص كنت محقق شروط دي مفاش اي مشكلة وبعد كده قدمت القناة بتاعتي للمراجعة وتقابلت في اقل من اسبوع تقريبا فالموضوع سهل وبسيط مفاش اي مشكلة او بالاربع اه طرق المهمين على اليوتيوب اللي انا شرحتوهم لك والفيديوهات بتاعتها وردت لك طبيعاتها عاملة زي في الفيديو تقدر ان انت تحقق الشروط دي بمنتهى البساطة مفيش اي مشكلة طبعا من تقدر ان انت تروح على حاتة هنا تقدر تخلي اللي بتاع القناة بتاعتك مثلا هتخليه او اي اسم تاني هو ده مش اسم القناة ده دوت الاسم اللي بيزهر تحت اسم القناة وهو عليك مكانه لما اطلع بلا هو هنا بيقول لك الاسم ده ميتاخد ممكن نديله رقم مميز تاني هتلاقي ان هو قال لك تمام هنا طبعا ده الوصف بتاع القناة هننجع تاني علشان جي بيتي هنيجي هنا نقول له اريدك ان تكتب لي وصف لقناة اليو تيوب خاصتي حيث ان اسم قناتي لازم تحط له اسم قناتك عشان بس يديك ادباجة بتاعت الوصف بشكل كويس وخاص بك مثلا انا مسميها بالشكل دوت اهو وهقول له هتلاقي ان هو هيديك وصف تقدر ان انت اتاخده اه زي ما هو كده تحطه عندك في الوصف على الوصف بتاع القناة بتاعتي وهحط بالشكل ده كده احنا حطينا الوصف بتاع القناة وزبطنا الاسم بتاعنا والهندل او او اليونيك نيم اللي بيبقى تحت اسم القناة بتاعتنا اه طبعا ده لينك القناة بتاعتنا لو انت عاوزه تاخده قوي وتبتدي ان انت تتمركت للقناة بتاعتك في اي مكان عندك بعد كده البراندنج البراندنج هنا تبتدي ان انت تحط الصورة بتاعتك بتاعت القناة او تحط الصورة اللي بتظهر في خلفية القناة بتاعتك اللي هي وبعد كده بتبتدي ان انت تحط هنا صورة الاشتراك طبعا احسن موقع يساعدك في الموضوع ده هو موقع آآ قنفا الغري عن التعريف لو دست كده ودخلت بعد كده كتبت يوتيوب. بالشكل هتلاع عندك كمية لجوهات مجانية بص زي ما انت عاوز. الى مالة نهاية تقدر ان انت تخش على الحاجات اللي مش عليها علامة الكراون او برو لان انت بتبقى محتاج هنا ان انت تكون مشترك على كنفا علشان تستخدمها. فانت كل اللي عليك ان انت تختار حاجة مجانية زي كده. واتدوس. بعد كده تبقى ان انت تخش تعدل فيها سواء لون سواء كتابة سواء اي حاجة يعني مسلا لو علمت اناها كده وكتبت مسلا يو خلاص انا كده عملت اللوجو بتاعي في الثانية مسلا اللون الاصفر ده مسلا اه مش عاجبني اخش كده على اختار اي اه لون تاني بالشكل ده عندك الوان كتيرة جدا اهو بص زي ما انت عاوز اختار يعني الحاجة اللي تعجبك او اللي اجابك اختاره. ممكن من ايلمنت عاوز تضيف جو في اللوجو بتاعك. ممكن من هنا وتكتب مسلا جيمنج مسلا. هتلاقيه بيجيب لك شوية حاجات ممكن تضيفها يعني بس لو ضفنا ده حاجة زي كده. اهو ضفناها كده. اهو. يعني انا بديك اهو الطرق تعمل هتبتدي تشوف حاجات كتيرة ممكن ان انت تستخدمها مع اللوجو بتاعك عشان يظهر الطبع بتاعه. فهمني ازاي? يعني حاجة طبعا ترجع لك. شكل ده. تقدر ان انت من السهمين دولة تجيبه ميل او حاجة زي كده اهو. بالزبط انت كده خلصت على طول اللوجو بتاعك في ثواني. هنعمل من فايل داونلود. تختاره جي بي جي. بعد كده داونلود هتلاقيه بينزل معك عادي جدا مفيش مشكلة. جميل زي ما انت شايف كده بعد ما نزلته ده شكل اللوجو بتاعي شكله طبعا يعني نزيزة ومحتاج شغري طبعا ولكن انا بديك تجربة ازاي تعمل لو لو انت مش عارف ازاي تعمل لوجو للقناة بتاعتك. هنرجع تاني كده. نقفل الكلام ده كده من فوق. نبتدي ان احنا نعمل ابلود للوجو بتاعنا. اهو. الشكل ده. زي ما انت شايف من غير متعب نفسي في اي حاجة. اللوجو بتاعي خلص للقناة بتاعتي. طيب او البانر ده نفسي كده هتروح انت كده على ترجع برة خالص كده. وتكتب مسلا يوتيوب بانر. اي حاجة دي ها علاقة باليوتيوب مش هيقولك لأ عليها. عندك بانرات يبتدي ان انت خش على اي واحد من دولة بالشكل دوت عدل عليها حط اللوجو بتاعك هنا اكتب اسم القناة بتاعك هنا الكلام ده كله سبسكرايب سيبها. عدل زي ما انت عاوز وفي الاخر الفايل ده والنود نزل على جهازك بعد كده ابلود وحط يعني الموضوع السهل وبسيط ما فيهوش اي مشكلة خالص طبعا انت حتى آآ ودي بيبقى ان احنا على قنفة حاجة مهمة جدا لو لجعنا بلا اللي هي الصور المصغرة. الصور المصغرة كل اللي عليك ان انت تكتب يوتيوب. تكتب سب نيل بالشكل ده اهو. تقدر ان انت من كل الاوليب دي تختار اي قالب يعجبك زي دوت مسلا تعدل عليه بتبقى هي دي الصورة المصغرة بتاعتي الفيديو بتاعك شكلها احترافي وجميل تقدر ان انت تعدل عليها تكتب بالعربي زي ما انت عاوز عاوز تحط اي صورة آآ انت عاوزها مكان الكلام دوت تامل زي ما انت عاوز وتبتدي ان انت تحطها وهنشوف مع بعض ازاي ان احنا آآ ممكن نرفع الصورة آآ المصغرة بتاعتنا على الفيديوهات بتاعتنا وازاي ان احنا نعملها بشكل كويس يعني على سبيل المسال احنا قلناه هاجي هنا في وقت مسلا فيبتدي ان هو يجيب لي اللي لديها علاقة بالجيمز زي ما انت شايف هنا وليكن دوت بالشكل دوت قدر ان انت تعدل هنا تعدل زي ما انت عاوز بتعدل ما فيش اي مشكلة انا هعمل فايل واعمل دون نود واعمل جي بي جي بالشكل ده وادوس دون نود ليه انا هارفع معاك فيديو صغير في الاخر في الاخر علشان نشوف الخطوات المتابعة في رفع الفيديو بتبقى عاملة ازاي لان دي خطوات بتبقى مهمة جدا وهديك تركات فيها جميل جدا كده احنا نزلنا الصابنيل عرفنا ان احنا بنعمل اللوجو ازاي برضو عرفنا ازاي بنعمل البانر بتاعنا وازاي بنعمل آآ وصف بتاع القناة بتاعتنا كل اللي هنعملو في الاخر ان احنا ندوس عشان نسيف الحاجات او الاعدادات اللي احنا آآ زبطناها نستنى يخلص التحميل جميل جدا زي ما انت شايف اللوجو بتاعنا آآ ترفع كل اللي هنعملو ان احنا ندوس آآ ممكن بياخد شاية وقت عشان نظهر جميل جدا شايف زي ما حضراتكم شايفين كده اللوجو بتاعي بقى موجود الابوت او الكلام اللي خدناها من شات جي بيتي بقى موجود معانا فبالتالي القناة بتاعتي كده جاهزة باعداداتها ما فيش اي مشكلة كل اللي نقص معي دلوقتي ان انا ابتدي ارفع فيديو وبالتالي ابتدي ان انا احقق ان شاء الله الشغل بتاعي الصح والمزبوط فخلينا نمشيها مع بعض خطوة بخطوة اول حاجة هتعمل ابلود فيديو بالشكل ده هنعمل سيلكت فايلز مسلا بالشكل ده هجيب لك حاجة مسلا ااا جيمينج يعني ده مثال بس كده علشان نشوف التفاصيل طبعا هنا انت بتاعك ووصف الفيديو طبعا عنوان الفيديو ووصف الفيديو دلوقتي يا جماعة اهم حاجة نازم تركز عليهم اول حاجة عنوان الفيديو تاني حاجة ووصف الفيديو تالت حاجة السورة المصغرة التلات حاجات دولة لو التعاملوا بشكل سبعين لتمانين في المية بشكل كويس جدا تأكد ان انت كده نجحت طبعا المحتوى بتاع الفيديو بتاعك طبعا لازم يكون بيمثل على اقل من النجاح بنسبة سبعين في المية ده اقل حاجة عشان تيبتدي توصل لنتيجة مرضية فطبعا اول حاجة العنوان التاني حاجة السورة المصغرة تالت حاجة الوصف بتاع الفيديو الحاجات دي هي اللي بتشد الجمهور بتاعك هي اللي بتشد الناس علشان خاطر تخش وتتفلق عليك اعمل السورة المصغرة بتاعتي فتحت معي عادي جدا زي ما انتا شايف بالشكل ده تبقى هي دي السورة المصغرة بتاعتي في الفيديو طبعا العنوان بتاعك العنوان بتاعك وليكن وليكن يعني انا لو روحت على اليوتيوب بالشكل ده اوكي بعد كده هنروح على الصفحة الرئيسية انت مسلا عاوز تعمل آآ فيديو هاو او مسلا جيم بلاي فور مسلا دي مسلا لعبة الكلام دوت العطبخ على اي حاجة دايما اختبر العنوان انت هتكتبه على الفيديو بتاعك في السورش بار بتاع اليوتيوب اوكي فهنقول مسلا الاخترار ده كده هتلاقي ناس كتيرة آآ كتبة ليجو فليجنز جيم بلاي مش عارف ايه هتلاقي مسلا طوب فيفتي بيست مش عارف ايه فبتدي ان انت تصيد احسن آآ عنوان من دوت بس ما تحطوش زي ما هو اوكي يعني مسلا على سبيل المثال طوب فيفتي مسلا اوكي هتبتدي ان انت تاخد العنوان ده كده ايه في الخالص ماشي روح هنا دوس بلسط يعني انت هتحطه لأ خليه مسلا طوب توينتي فايف مسلا آآ طوب توينتي فايف سمارتست ليجو فليجن بلاي اوف آآ الفين مسلا آآ تلاتة وعشرين آآ تكتب جنبها فيلي هوت مسلا يعني اللي قصده ايه ان انت تاخد العنوان اللي جايب آآ فيوز حلوة جدا وبتدي ان انت تعدل عليه بطريقتك بشكل كويس جدا تيجي هنا ليه الوصف بتاع الفيديو بتاعك طيب هنا فيه تركيا لازم تستخدمها علشان تنجح بالفيديوهات بتاعتك هي ايه هي اداة فيد كيو الاداة ديت لازم ان انت تحطها في بتاع كروم ليه لان هي اداة فعلا مهمة جدا بص لو انا دخلت على اليوتيوب بالشكل ده وبعد كده فعالت الاداة ديت وعملت بص معي اولاكز معي لو دخلت مسلا على فيديو زي ده اوكي هتلاقيه جايب لي هتلاقيه جايب لي الكيووردس اللي استخدمها او التاجز اللي استخدمها في الفيديو ده كل اللي هتعمل ان انت تاخدها كابي بالشكل دوت بايلان نرجع كده هترجع تنزل تحت طبعا شو مور هننزل تحت هنا التاجز التاجز دي يا جماعة يعني عاوز اقول لك هي قاطلة لو انت عملتها اي كلام او ما او يعني كروتها كده انت كده ببوصت الفيديو فانت اجيب الناس اللي جايبة اه عاملة فيديو حلو جايبة مشاهدات جامدة عليه وبتتكلم في نفس الحاجة اللي انت هتتكلم عنها مش عيب ان انت تاخد نفس التاجز انت ما بتسرقش محتوى انت بتاخد بس الكلمات المفتاحية علشان خاطر الفيديو بتاعك يظهر للناس فمش عيب خالص تعمل حاجة اه زي كده طبعا مسلا دي اه هتبتد ان انت هنا تكتب وصف للفيديو بتاعك حاول الوصف بتاعك يبقى المختصر المفيد الدال على محتوى الفيديو بتاعك وليكن مسلا اه اه مثلا this is my best game play in lost ark مسلا for this year حلوة جدا بعد كده حاول ان انت تعمل اه مثلا يعني انزل بس تحتها كده حط مسلا هنا game play ده ده هنا تاج برضو حطه game play اعمل انت ليه بالزبط يعني من دي من واقع خبرتي حط تلاتة ما تزودش عن كده gaming مسلا بالشكل ده بعد كده مسلا انا هنحط اسم اللابة نفسها مسلا لست ark بالشكل ده حلوة جدا يبقى انا كده حطيت وصف طبعا انا هنا حاطيت وصف قصير جدا انا حاول الوصف بتاعك يبقى مسلا اه اربع خمس سطور بعد كده حط التاجز الخاصة آآ بالفيديو بتاعك طيب انت هنا بعد كده حاول ان انت تنشئ طبعا آآ بلاي لست بتاعك مسلا لو انت هتعمل بلاي لست خاص بالجيمي او الlı перед بعد كده آآ بلىي لست تاني آآ خاصة بلابة تانية خاص لانها قناة خاصة بالالعب عن مثلا مش بلابة واحدة فانت مثلا هتعمل بلاي لست بشكل ده وهتسمي البلاي لست دي مسلا. وهتدوس. انت كده قررت ان الفيديو ده هيخش في البلاي لست بتاعة لو بتعمل حاجة فهتعمل وهكزا يبقى كل حاجة في الملف بتاعها. كده احنا عملنا العنوان عملنا الوصف. حاطينا الصورة المصغرة. ننزل تحت اه ماي فيديو دي هتعلم عليها لو انت اه بتعلن على المنتج معين او بتراوج المنتج معين فما تعلمش عليها. بعد كده اه اه دي علم عليها. اه دي هتعاوز تعلم عليها وبيقول لك يعني الحاجة دي معمولة فين مكانها بالزبط فما تفرقش معك في حاجة. اما حاجة زي ما انت فقنا التاجز دي مهمة جدا جدا لازم تستخدم بتاع اه حطه على كروم بيزهر لك الناس التانية مستخدمة او التاجز بتاعتها عاملة ازاي? بعد كده هتحط بتاعتك لو انت بتتكلم مسلا في الفيديو اللي انت مسجله ومش متكلم ومجرد فيديو اه بصوت فعادي ما تفرقش معك برضو في حاجة. تاريخ التصوير بتاع الفيديو دوت هو بيفرق بالنسبة لقنوات وقنوات تانية. يعني مسلا لو حد بيقدم خدمة او بيكلم عن تحديث معين فطبيعي جدا ان هو يقولي الفيديو ده بتاريخ كزا عشان التحديث ده بتاريخ كزا. لكن لو ده مفتوح عمتا فما تفرقش بالنسبة لك طريقة طبخ كشرية طريقة طبخ الفول طريقة طبخ الشاور ما كلام ده كله فما تفرقش معك الريكوردينج ديت لان الناس عم متلا بتاكل الاكلات دي في اي وقت وبتبحث عنها في اي وقت فما تفرقش معك اوي هي بس محتويات معينة زي التعليمية هي اللي بتحتاج ان هي تحدد الريكوردينج ديت تاريخ التسجيل بتاع الفيديو دوت. تأكد ان انت معلم على الاختيارين دولت. هنا لو انت عاوز الناس عادي تاخد الفيديو بالاوديو هنا دونت اللاو. بعد كده الكاتيجوري. الكاتيجوري بتاعك دوت اه داخل فين? انا بالنسبة لي جيمينج فهختار جيمينج. اه لو انت حاجة اه محتوى تعليمي فهتختار اديوكيشن. اه حاجة لها علاقة بالموسيقى فهتختار ميوزيك فدي مهمة جدا جدا لان اليوتيوب او الالجوريسم بتاع اليوتيوب بيبتدي يفهم قناتك متخصصة في ايه فانا هختار جيمينج. هنا هقنا لها علاقة بالجيمينج. بعد كده هعمل اه اللاو اول كومنت لو انت عاوز الناس كلها تسيب كومنت عادي في الفيديو. او ان هو يعمل لو حد هيقول كلمة بزيئة او شتيمة او اي حاجة. ممكن يتعرف عليها ويعمل لها لحد ما انت تنجحها اه وتوافق عليها. هنا هولد اول كومنت فالروفيو. يعني هنا انت بتقوله خلي الناس تعمل الكومنتات بتاعتها عادية ولكن ما تظهرش الا لما اراجحها ووافق عليها. هنا اه كومنت يعني مفيش حد ينفع يعمل كومنت. طبعا انا بصراحة يعني عن نفسي برجح ان انت تتعلم على اول اختيار كده احنا خلصنا كل الاعدادات بتاعتنا بشكل سهل وبسيط جدا هندو سنيكس. طبعا هنا عشان دي قناة جديدة مفيش فيها فيديوهات ولكن انت لما تكون عامل فيديوهات هتبتد ان انت تعمل اد آآ للفيديوهات بتاعتك عشان تظهر في يعني مش انت بتلاحز كده لما الفيديوهات بتبقى بتخلص بيظهر لك زي ما هيظهر في اخر الفيديو ده اربع فيديوهات كده من القناة بتاعتي نفس الفكرة انت بتختار اربع فيديوهات او فيديوهين او تلاتة زي ما بتحب بيظهروا في اخر عشر ثواني مثلا من الفيديو بتاعك فضروري جدا ان انت تختار احسن فيديوهات اشتغلتها على قناة بتاعتك عشان الناس لما تخلص الفيديو بتاعتك تشوف من الاربع فيديوهات او تلات فيديوهات ان انت عارضها في الاخر وتبتدي ان هي تتفلق عليها وبرضو يتحقق مشاهدات اكتر اد كاردز ديت لو انت برضو عامل فيديوهات قبل كده تقدر ان انت تحط مسلا في جزء معين من الفيديو بتاعك اي فيديو قديم بيظهر فوق على اليمين اه حاب ان انت تحط بتاعتك بتاعت مسلا زي ما قلنا لوسط اركة وليج اوف نجنز نفسي كلام بتبتدي ان انت في اجزاء معينة في الفيديو تبتدي ان انت تضيف الكاردز بتاعتك وهي مهمة جدا بعد كده هتدوس هيبتدي الفيديو بتاعك يعدي على جزئية الملاجعة انت شايف انا عملني علامة الصح مفيش اي مشكلة اه وجهتني في الكوبيرايت هندوس بعد كده هتدوس ببليك بس انا بفضل بفضل ودي يعني نصيحة من اخي الاخو حاول ان انت تخليه برايفيت الاول لمدة نصف ساعة لساعة ليه بيبتدي اليوتيوب يتعرف على الالجوريزم اللي محطوطة في الفيديو بتاعتك والقناة بتاعك وبالتالي لما تيجي تحطه بعد النصف ساعة دي تخليه ببليك انت كده خلاص اليوتيوب هيرشحه الناس كتيرة جدا اكتر من الاول يعني لو كان هيرشحه آآ لمتين آآ لو انت كنت عملته ببليك في اول لحظة كان هيخليه يظهر لمتين لكن لو كنت عملته برايفيت واستنيت نصف ساعة وبعد كده نشرته بعد النصف ساعة دي هيظهر لخمسمية وستمية فنصيحة مني ان انت تعملها بعد كده تعمل سيف بالشكل ده هتلاقي ان هو اتحطت لك في القناة بتاعتك على هيئة برايفيت اوكي طبعا ده كان الدرافت الاولاني اللي احنا ما تكملناهوش عشان خاطر كنا بنعمل لرقم الموبايل بتاعنا جميل جدا انت هنا كل اللي اعتمنه ان انت من يعني انت دلوقتي عملته برايفيت عاوزت تخليه ببليك عشان يظهر الناس بعد نصف ساعة زي ما اتفقنا هندوس على كونتنت هنيجي هنا ونختار ببليك بعد كده هنبتدي ان احنا ندوس ببليش اعتقد ما فيش اسهل من كده هيبتدي الفيديو بتاعنا يظهر على القناة عادي جدا ما فيش اي مشكلة طب انت بعد كده عاوز تشوف احصائيات الفيديو ده ممكن انت من هنا تشوف احصائيات الفيديو دوت تحديدا عمل آآ كفاءة بتاعته عملت ازاي عدد الساعات اللي اتشافت على الفيديو ده عدد المشتركين اللي جم من وراء الفيديو دوت الريدش دوت وصل آآ لناس عامل او الانطباع الاولاني آآ معدل النقر على الظهور يعني اول ما الفيديو ظهر على بتاع اليوتيوب كان واحد دس عليه عدد زيارات عدد زيارات الفريدة فطبعا من الاحصائيات دي تبتدي تحدد انت الفيديو بتاعك ناجح ولا مش ناجح ايه هي عوابل القصور في الفيديو بتاعك ديت اللي هي الناس اللي اتفرجت آآ لمدة طويلة على الفيديو بتاعك تلات ساعات اربع ساعات او مثلا الفيديو بتاعك لو ساعة مثلا فوالله معدل المشاهدة على الفيديو بتاعك كانت الناس غالية بيت هبتتفرج لمدة نص ساعة او ساعة للاربع بعد كده بتخرج او بتتفرج على الفيديو بالكامل هنا هنا بيبتدي تظهر لك الناس اللي انت مشترك عندك في القناة بتبتدي ترجع آآ تتفرج على الفيديو الجديد بتاعك دول اسمهم او الناس اللي رجع تتفرج على الفيديو بتاعك دولة الناس الجديدة اللي هي مش مشتركة في القناة بتاعتك ولكن شافت الفيديو بتاعك وبتدد تخش تتفرج عليه ودولة المشتركين اللي اشتركوا في القناة بتاعتك عن طريق الفيديو ده كده انا شرح طيلك تقريبا كل حاجة تخص الانشاء القناة من البداية للنهاية ايه هي تريكات اللي تهتم بيها وتركز عليها جدا ازاي ان انت بتتعيبش نفسك بالتصميم ازاي الصورة بتاعتك تبقى جذبة بالشكل ده الداشبورد بيزهر لك اخر فيديو انت عملته والاحصيات بتاعته ما قدية ازاي في اول ساعة اثنين تلاتة عدد المشاهدات اه معدل النقر للزهور اللي اتكلمنا عليها فانا سريعا شرحت لك كده كل حاجة طبعا اتأكد تماما ان انت يا جماعة مش واخد اه محتوى معاد استخدامه اتأكد ان انت ما بتقلتش حد في المحتوى خليك دايما محتوى فريد من نوع محتوى تقدر من خلاله ان انت فعلا تقسب من وراء فلوس كويسة جدا جدا انت تقدر تربح قد ايه صدقني بمنتهى الصراحة الربح بتاعك في البداية بيعتمد على الكواليتي بتاع الفيديو بتاعك كان الفيديو بتاعك مثلا ساعة وفيه فيديو تاني ساعة برضو الفيديو الاولاني ده جاب الفيديو التاني برضو جاب الفيديو الاولاني جاب خمسين دولار الفيديو التاني جاب مية دولار معين الاثنين نفس الوقت الاثنين نفس عدد المشاهدات وكل حاجة طب ليه ده جايب اكتر من ده لان ببساطة الكواليتي نفسها او المحتوى نفسه اللي متقدم في الفيديو الاولاني احسن او ارقب كتير من الفيديو التاني وبالتالي الفلوس هنا او الاعلانات اللي هتبتدي تظهر على الفيديو اللي قوالتي بتاعته احسن بتبقى اكتر واغلى فهمت ازاي فعمتا المتوسط ان انت تقدر تربح من خلاله على الالف مشاهدة تقريبا هو حوالي دولار لو انت بتبتدي الشغل بتاعك على يوتيوب فانت الالف مشاهدة تقريبا بتجيب لك دولار ممكن تجيب لك اثنين ممكن تجيب لك تلاتة على حسب الناس اللي هتبتدي تشوف الفيديو بتاعك مع الوقت يعني الالف دولار تبقوا الفين بقوا ثلاثة بقوا خمسة بقى في مشاهدات بتجيلك بشكل سريع جدا وصلت لمائة الف هتلاقي الفيديو ده واتجايب لك لوحده وصدقني والله مية وخمسين دولار هو بدأ بدولار واثنين مرة راح نتعدل مية وخمسين متين دولار يبقى المتواصل بتاعنا على مية الف مشاهدة هو المية دولار علشان بس الناس تبقى عرفة الدنيا ماشية زي القناة بتاعتك بتجول هتلاقي نفسك ان الالف مشاهدة مثلا بدل ما هي كانت بدولار هتلاقيها مع الوقت باعت باتنين دولار مع الوقت تاني باعت بتلاتة دولار فقيمة الالف مشاهدة هنا قيمتها زادت وبيت بفلوس اكتر من الاول فبالتالي النصيحة الاخيرة اللي أدعلك في فيديو النهارده هي الاستمرارية اياك 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 ان انت تيقس او ان انت تقول لا مش هنجح انت عشان تصمم قناة زي ما عملنا النهارده وتعرض عليها محتوى بتاعك طبعا انت لازم على اقل في البداية بتاعتك تعمل ثلاث فيديوهات في الاسبوع مثلا حد ثلاث خميس تكون بتعرض عليهم المحتوى بتاعك دي حاجة مهمة جدا علشان انت في البداية بعد كده لما تتشهر وربنا يكلمك ممكن يبقوا فيديوهين في الاسبوع فقط تمام فاحنا اتفقنا ان ثلاث فيديوهات في البداية وخلال شهر للشهر والنص هتلاقي نفسك فيه فلوس بتخش لك من اليوتيوب والله والله اليوتيوب يا جماعة بيفتح بيوت ناس كل اللي عليك ان انت بس تستمر وتذاكر يوتيوب كويس جدا بكده اكون انه خلصت حلقة النهاردة اي حد مش فاهم اي حاجة ياريت يسيبها لي تحت في الكومنتات علشان بس الفيديو ما يكونش اكتر او اطول من كده ويبقى ممل فاي حد مش فاهم اي حاجة بعد النقطة دي ياريت يسيبها لي في التعليقات تحت وانا والله هرد عليك وعد يا رب لو الفيديو عجبك تسيب لي لايك على الفيديو يا رب لو الفيديو عجبك تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد اتشرفت جدا بوجودك لو لسه بتتفرج عليها لحد الوقتي بشكرك جدا من كل قلبي على دعمك الناس اللي امتبعاني من الاول بشكرك جدا الناس اللي هتتبعني من هنا ورايح ده شيء يشرفني وشيء يساعدني جدا جدا اشوفكم بخير اشوفكم دايما في احسن حال دمتم سالمين والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله من فكرة تانية بعد يومين الى اللقاء